دي فايف بيبالي شغل الماي الرائع الأخضر على أزرق رفلكشن تبع السماء اموشنز بنعطى من هالصورة بس 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 هالصور هيدا واحد من حلوة بكولة تبعات مارك وين رحت تركني وفليت بضيع أنا بالطبيعة بضيع فهو هيدا الزيح بين الأسود والبنين شي كتير مهم رائع نحن تروح كيلو مترا بك سائز لا تروح ننبش على النباتات اللي بعيشوا حد البحر كله معمول هون بالمنطقة موسيقى 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 نهار جديد اكتشافات عن جديد الأردن مثل ما ما شفتوه ابدا خليكم معنا اذا مش قادرين تسفروا منسفر عنكن اذا مش قادرين تظهروا بورة لبنان كمان مظهر عنكن اذا عبالكن تجوعتوك تشفوا الأردن تبعكن يلي ساركن كتير كتير زمان بعيد عنا نحن رح نعمل عنكن ورح نبرجيكم هيدا الأرد واحدة من الأراضي المعددة بغير طريقة الخضار الأكل العالم المناظر مشوار جديد داي فايف بيبالي شال المناظر اخرت من قوشة اضعت لربنة أنا لا اعلم هنا اشوف اجربها شيء غير شكرا عظيم انت بتدرس وانا ببرمت خريج وحلو السفر وهذا ما انت معاني من بعد نهار كتير حلو معت ليلة كتير حلوة انبارح كان عم جاد عظيم اكتر واكتر 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 اليوم نهار الجمعة نهار الجمعة is total lockdown ممنوع حدا يهز ممنوع حدا يروح ممنوع حدا يجي حاطلكت عم بسأل بالوتال انتو مدرب تشتغلوا بالوتال او انتو مظافين ممنوع حدا يكون على الطريق الا اذا كان من الطاقم التوبة فاليوم ديقول مرسي او شكرا لكل حدا نشتغل على موضوع ان يكون عمنا التصاليح اللازمة واهمة شي رويل فيلم كوميشن وكتير ناس وفيزت جوردن وصخر وكل العالم اللي عا التليفونات وزيارة السياحة حتى نقدر اليوم نكون عم نبرم مع القانون وما نكون عم نوقف تصويراتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندما تظهر كأنه شقفة من فيلم شقفة من أويسس شقفة من فوق فوق قديش يبدأ البراون السماء الزرقاء نجع مننزل على النخير الأخضر نجع مننزل على شبه صحراوي طراب الماء الرائع الأخضر على أزرق رفلكشن طبع السماء الملح بعدين الأبيض مش معقول فيه نوعد هون كلهم هون قد ملح من هون الجبال الهوى والرمل يعني إذا نبرم شوية هلق بنتمشى ونبدأ نفوت لجوة رح نلاقي عدة هابيتات وهيدا الشيء الحلو بدا نقول لكل الناس اللي كانت عم تسأل هل في حيات بالبحر الميت ما في حيات بميت البحر الميت بس في حيات حوليا متل ما شايفين السؤال اللي دائما انه ما هو البحر الميت كيف عم بيقشط وقديش عم بيقشط ووضحة هون اللي نحن عم نشوفه هون فيش 20 متر مينم والصورة اللي دائما بتشوفهه طبع المي ملح حوليه أكيد مش موجودة عند القتلات لأنه الناس عم تهزوا عم تنزلوا عم تدعوة بتنعطى من هالصورة بس بس موسيقى 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 20-30 ملح وهنا نظهر ملح وهذا كان ملح طالما لا يوجد ملح هناك ملح ترى كيف نظهر تحت شوام من الرشمار ثم الرمل والكوش كل واحدة يعني يمكننا نفكر انه تنزل متر بس عم تنزل شوية 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 عم نشوف ونجد كيف اننا موجودين وكيف هم كوانين موكوب موكوب كيف ننزل توفر حينما بحين موكوب انتوني كنت عا بتقول انه هيدا واحد من حلمة تخولي تبعك تفكر انه مش هو هود من انا وصغير بتطلع بشوف صور مع جوجل وبقول اكيد راحوا الملحف اكيد ما بق فيه هيدا الشي واليوم واقف هون محل ما يمكن صلي اكثر من 20 سنة قبل اجي ما فيكم تخيل احساس ما فيك تخيل احساس يعني سبحان الله الالوان كيف ما نبرم ان شاء كون الكاميرا متفرجة مش ابيض موف براون جرين بلو صوت الموج سبحان الله حتى المحر بيتغير شوي لونه بسبب المد والتراب وهيك تعرف انا عم بيجع رأسي الكلمات انه هن بفيدنا إبراهيم انه بالاخر نحن بحس هون متواضع يعني نشوف اذا بدك هالهوى مع هالماي مع الشتي كيف نحتوا ورانا هالأحمر ونحتوا بسخور كيف هون عملوا منحطات هلا ان شاء الله انجدت كاميرا تكون هم تفرجينيون وكتير ضروري كتير ضروري انه ما نكون نحلم بس نشوفهم بالصور ويجيوا اولادنا وولادهم وولادهم ودلوا شوفهم هالمناظر يبقى انه مش معقول حدا يشوف هيك ان كان حتى بالصور معلش تخدوها منها الوقفة هون بتسوى مليارات الدولار وبعد يقلل من احترام هيدا الارض ويكب فيها وصخ ومش معقول عنجاك سبحانك يا ربي مش معقول مش معقول قديم مش عميد نلاقي كلمات تقول ماذا هالأحساس لواحد يشوفه صعب يقف بهك شي واوو متى ماندر بس كير حلو هلا اساكنينا الباب بس كعطيج بسر بتفوته هون متى الغران كانيون اكزاكي متى الغران كانيون بين الجدال صوت المواي بلا شوي تسمعووا هلا عم تشبت شوية صوت العصافية لانسي سافير هنفوت ليس معقول لن نرى هذا الشيء ليس معقول ترى هذا الشيء لا ترى هذا الشيء ماذا يذكرك؟ جران كانيون يعني أرخص تيكت على آخر الدنيا أميركا و أريزونا ونرى هنا ليس معقول هذا وادي مجيب لم يكن لدينا نرى صح نحن هنا بوادي مجيب إذا تريد هذا الماء الذي تنزل كمانا تكب بالبحر الميت هنا طبيعة هنا رائعة لأنها دزيرتيك ولكن الآن هنا نحن نرى الكثير من الأصب ونرى التماركس الذي سوف نقوم براسك حلقة نرى كباريس أين لم يكن لدينا الكبار ولكن الحمام كيف مخضى بصهور يا أنتوني مرحبا إلى الجران كانيون في الأيام العادة إذا لم يكن هناك ماء نحن نقطع من هنا نقطع لتنميل ونتمشى كل طريق مرحبا وقفة صغيرة الذي وصل إلى البحر الميت لم يكن هناك كم كيلومتر ونرى الماء أو الأنهر الذي تغذي البحر الميت فقط وقفة هنا تقضي دقيقة صمت هذا المنظر الرائف سوادي مجيب نحن لا نستطيع أن نفوت عليه من هنا عادة يوجد الكثير من الماء هنا في الأول عندما نستطيع أن نفوت سوف أعطيكم الماء هناك نباتات كثيرة مثل الأسر تيفا فراغميتس وأروندو هؤلاء كثير من الماء سوف نستطيع أن نفوتكم هناك كثير من الماء لأننا نرى كثير من الماء كثير من الماء هناك بلح نخيل وطمارسك انظروا مارك مارك وين رحت تركني وفليت بضيع أنا بالطبيعة بضيع ما تريدك؟ هناك كثير من نفس أنا كنت ألعبية لأشوفها مزهر ماذا نفتح الآن؟ نحن نرى البحر نحن نرى الماء هناك جبل وشجر نخيل وهناك بيطلعهم نعم نحن لدينا شجرة لا يمكننا أن نذهب إلى الأردن ولا نعرف على التمارسك الآن هي إنفيزيف ولكن هذه نوع بيطلع فقط في الأردن هذه الشجرة حتى هي ومنشفة كما ترونها هنا كيف الخشب لا تحترق لأنها كثير من ملح مثل كأنها خلقانية التي تكون هناك وفيها كثير قاش جواتها 30% إلى 40% منها وهو قاش ليس لهذا صعب كثير تحترق فهذه الشجرة بتعمل إكو سيستمز خيالية بهذه المنطقة بتعطي شايد نفس الوقت كثير لو ما منها ما فيه أكل للقطيع نفس الوقت بحب كثير النحل فخلقانية اللي تتلع هون وعندها رهيبة يعني فيها تعيش بمطرح صحراوي وكثير مارحة التمارسك عندها عدة قسمة بالعربية واحد منهم انطرفها هي شجرة كثير مهمة عند كل ديانات السماوية ويقولون انه تنزرع للمسجد الله عادة ومشان هيك معروف انه ابراهيم النبي ابراهيم زرع منه نحنا هون حد البحر انصدمت انه هون شو حلمين مزروعة سورجوم اللي بقلولها مكنس حطيتهم فاكل ويند بريكس من بره وراهم زرع الكولوكانت الحنزل اللي هي نبتة كثير تستعمل تبياً بالمناطق العربية موسيقى موسيقى روح موسيقى 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 اخدام دليل موسيقى الانو التنشل موسيقى انا كلمة انت تخيل انا وهيك مش بالسيارة ورايحين عقل الجمال وانم نمشى بننا ناكل اجانا كيف الطبيعة تخلق مطارح هاك من سميع الواحات مطرح ما يعني انا كنت بحلم شوف هاك البلحة او النخلة بمنظرة طبيعة هي والتمارك تخيل اول شغلة هون معناتها في مايشي مطرح يعني فينا نقعد وفي اكل لانه فينا ناكل التامر كان ناكل حتى في التطالة هيك نزول الكابر بس هذا النوع تامي يعني كمانا بيعطي شوية اكل وفي طارد هاك رحنا اكتر واحد منا معه سكره في دبا هون نبتة للسكره بيوتفل اميزنج ما كنت اكتشفتهم واحدة لانه لما كانوا يمشوا ويروحوا من مطارح لمطارح كتير 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 بعيد كانوا يعرفوا انه يقف خالص سلق فيه عن رتاح لما يشوفوا بلحة من بعيد مشان هيك صار اسم الواحة يلي هو مطرح انت تجي بترتاح ومنحكي ومنبدل بركة مرشانديز وخبار وهيدا المطرح الواحة صارت هي اذا بدنا نقول سيمبل لحدا يقول لتاني اهلا وسهلا وولكم ومشان هيك استقبلوا يسوع بروشاليم بالنخيل بلشنا الرحلة وطلعنا من البحر بها الجبل كويع كتير حلوين مناظر حلوين الصوت الغنم وينما كان كيف ما نمشي شوية شجر شوية خضار بس اللي يلفت النظر هو هيدا الزيح بين الأسواج والبنة اول شي اهلا وسهلا فيكم انا اسمي تامر علاوي رئيس قسم المبيعات والتسويق احنا فندق معين واهلا وسهلا فيكم فندق بضم ثلاث مناطق المنطقة الاولى هي منطقة الوترفول اريا بضم ثلاث شلالات رئيسية كل واحد بتفاول درجات حرارته من بين 35 إلى 65 حسب الموسم طبعا بعتمد على درجة الحرارة في عندك شلال رئيسي داخل الأوتيل احنا ساحبينه على ثير ملبول حسنا درجة حرارته 70 فهو بكون صعب جدا لأسباحة احنا عملين لدرجة حرارة تقريبا 30 إلى 35 بمباردات طبيعية عبارة عن اعادة تدوير موسيقى 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 بعد مرتففت من فوق يمتطلع احنا بيتات هنا أنا لقال لي هذا شيء خيالي ضائعة إذا تظهروا أنتم فكرين فرد نوع هنا يوجد أكثر من مئة نوع ويمكن بعد إذا ندرسوا أنواع من الموس من البريوفايب من الشتاء التي يستطيع العيش حد الماء هذه هي ضائعة إذا تظهروا أن هناك حشرات هنا سأظهروا كيف يوجد نباتات يستطيعون العيش في هذه الصحراء مطرح الشب عالي جدا هناك نباتات سيكون بعيد عن كل شيء يستطيعون العيش على ماء سخنة حد الماء ويتحدوا كل العالم إن شاء الله لا نقضي على هذا الموضوع ونجعلها مثل ما هي نحافظ علينا تجربك على كم سؤال على الصحيح أننا لدينا ماء كثير في نباتات عايشين بالماء في تماركس لكن في بعض المخلوقات إن كان نباتات إن كان حشرات يستفيدون بطريقة ثانية الماء تتبخر تذهب إلى أبعد تضرب ماء بالهواء المسقع وتنزل في بعض الحشرات تستطيعون العيش هنا لقوا طرق يأخذوا الماء من الجو ويقفوا في ماء معينة ليصحبوا الماء ليس من الأرض ولا لما تشتئ من البس بالبطاني ترجمة نانسي قنقر العشام برعشية كان كثير مهمة أحب كثير وصلت زائرة تقريباً بأربعة أو خمس بلدين في العالم فهواء ينطلت بيبدأ بالسلايدر وبالوافل بشيبس هؤل شي كثير مهمة الخفزة مضبوطة السمسم السوبر جوسي بيف الشيز رائع رائع طرق لجوه من الخبزة لطروطة للجبنة تظهروا الخبزة فهواء top notch top notch رائع رائع الغادة عظيم ثم 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 هذا الغادة العلمة التي تعدها كل كيلومتر بكيلومتر وكيلومتر بعد ما خلصنا ما نسمير بحر الميت لكن بعد نقلنا على الموجب صح شفنا اليوم عبكرة او اول المحمية التي هي فوق الطريق و هلأ جينا تلنام بشاليات أو موجب بايوسفيريزورف موجب شاليات أوطة نقطة في كتنام الماء تحتك سنسيت هلا رح نشوفه بعد شوية تحت الغيوم سنرايز تنهار من هون واو وهيك رح نرون اليوم ريحها شوية أعطين وحسن، أعطين الغرفة مرقمية أربعمية واحد إلى أربعمية وخمسة مستوى المكان تحت سطح البحر ورقم ثمانية هو رقم الغرف رائعة 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 حمام 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 طلع الشباب بره فنرتاح شوي اخد ايكا ومنكفة ننتقل انا ومارك ننزل على ماي قبل ما تروح الشمس ونشوف شوف ينابتات تايت اروح ننبش على نبتات اللي بعيش وحد البحر موسيقى موسيقى هذه البلانطة موجودة بكتر مطارح في منا كتير باستراليا عندنا موجودة بكثرة هذه البلانطة اسمها تريبلاكس هولوكاربا لانه منفوط بالتفاصيل من جوا فادي الكاربال هذه نبتة كتير رارة حتى هي على الاردن فيها نحكي ساعات هناك خبرك انها نبتة تنزرع بمطارح يكون فيه كتير ملح موسيقى مع الوقت تقدر حتى تشيل الملحية وعندها سيستام خيالي من جوا اذا زادت كتير التوتا مع الملح حواليها تكب الملحات لبرها عادة كمان تصور ان هكذا مطارح لا يوجد بلانطات هذه تقدر تعيش هون ما يحبوها بالأول الحيوانات اللي بترعى بس اذا كتروا بيأكلوا مننا وكترتها وقلتها بتدل على اذا فيه منطقة او لا بالأردن تخيل بأستراليا هي كتيرة هون هي من بسبب الرعي الجائر داتسي مظبوط يعني التحت مفيشي بحيرة كبيرة اذا فينا نقول بس فيها موجي اللي عم بيزيد كل ما عم بيزيد الهواء بس تظهر وبتبلش تحيات مش كتير بعيدة مية بالمية اللي عم نتعلم وأنا وياك وان ما عم نروح وان ما عم نبروم هو انه دائما نتطلع نزول تطلع انت بتفكر انه هيدا صحرة وما في شيء بس فيه مخلوقات هون تحتنا هيدا نبتة تزيق وفي لهم هي من اقرب نبتات على نداتسي تخيل انه انا وياك انجع دمانيين نلبس انا بس جاكات وستطلع وانحنا فيهم نفل هيدا قدرت تتأقلم وفيها تتحرك لقيت كل الطرق لتتأقلم وتعيش بهيدا المطرح يعني انا لقلي هيدا معجزة طبيعة بتعلمنا التواضع بتعلمنا نركع لنطلع النبتات نعرف حالنا كمان اوات تزيق صغار يعني انا مثلا فيه ضاين ثلاثين ثاني هون فهذه النبتة بتضاين كل حياتهون السقعة الهواء والهواء المالح ولقيت كل الطرق تؤدابت لتعيش بهيدا المطرح المنظم شرفتونا احنا وسعدني فيكم معكو الشيف إس حساب وانا الشيف إبراهيم نحن هون من الملاك المنطقة طور جرح موسيقى 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 سهرتنا اليوم بشاليات الموجة مثل ما خبرناكم القاعدة هون عندهم غير شكل نزلنا عد من نص ساعة على الماء مش دايما بيكون في هوا هالأدب مش دايما بيكون فيه موج هالأدب هذه البحيرة الكبيرة اللي اسمها البحر الميت الأجواء كان كتير حلوة الماء الفوم على الأرض السنسيت اللي عم بيثبت شوي بين غيوم وشوي عم تجرح تطلع الشمس ومن القوضة من اتخذ أكيد رح نعم البرادة مفتحين عم نشوف كل البحر محضرين لنا أكل بسم الله عم جاد تنكيو عهيد الكرم عهيد الأجواء كله معمول هون بالمنطقة يعني من الحموس للخضرة للمقالة الكتير مشهورة في هذه المنطقة انجوي بالدينر ملفوط من نام بكير خصدنا ساعة 2 من بار احنا نغير الساعة كانت كثير بتخفير شو عم تعلّم بش أفرخ ثاني بعد خبر الشيء مرحباً 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 حتى السنكات من هون البحر الميت عم بمزع عم جاد عبد الله مرحباً أجد يلا أعرف أعرف نعم محمس لدرجة لا تغير العمن عم بيدرس عم بحبط يرسل لشهرين اللي بتخبرنا عن بيترا اشتركوا في القناة